نرحب بكم طلابنا العزاء وبداية جديدة مع فصل جديد من فصول الفيزياء السادس العلمي الفصل السابع الإلكترونيات الحالة الصليبة واحد من الفصول السهلة جدا وبنفس الوقت الدرجة مالتها تجي بين 10 إلى 15 درجة بالوزاري كان أكو بي بعض المسائل في نهاية الفصل بالسنوات السابقة كانت نترك الآن بهذه المنهج مالتكم الجديد وبهذه السنوات الجديدة رجعت عندنا المسائل المالتها والمسائل المالتها جدا سهلة واحدة من المسائل اجتب هذه السنة بالـ 2024 بالدور الأول جيد دعنا نرى هذا الفصل الفصل اسمه إلكترونيات الحالة الصليبة اليوم سنأخذ بموضوع مالتنا المواصلات والعوازل وأشباه المواصلات أولا نخلي ببالك نحن نتعامل مع مادة شنو مادة صليبة مادة شنو صليبة الصليبة نقسمها لها ثلاث أجزاء مادة مواصلة الكهربائية مادة غير مواصلة الكهربائية مادة شبه مواصلة يعني شنو شبه مواصلة يعني بين بين مرة تأخذ صليوك مواصل مرة تأخذ صليوك عازل وسترح نشوفها مبدئيا في بداية الفصيل يسألني السؤال ما هو أساس عمل الأجهزة الإلكترونية هذه الأجهزة الإلكترونية البديهم لدينا الموبايلات والحاسبات والشاشات وكل هذه الأجزاء الإلكترونية ماذا هو أساس عملها؟ أساس عملها ثلاث شغلات الثنائيات البلورية المختلفة التي سنسميها دايود سنأخذها بعدين الترانزيستور طبعا هذا يشبه للثنائي البلوري هذا تكون منطقتين وهذا تكون ثلاث مناطق والدوار المتكاملة التي كانت في عام 2024 في هذه السنة التي ست كانت الدوار المتكاملة محذوفة أكيد في السنة سترجع هو لم يكن حذف ست صفحات الحذف هذه المادة المحذوفة عبارة عن صفحة وحدة سنأخذها إن شاء الله بهذا الفصل ماذا لأغلفة الإلكترونية التي تشارك إلكتروناتها في التفاعلات الكيميائية وتحدد الخواص الإلكترونية للمادة؟ هذا السؤال كيميائي بالكيمية تسمى تتفاعل المادة من تكون أواصل تساهمية أواصل هيدروجينية وغيرها وتتحول إلى أيوانات وتفقد وتكتسب وين يصبح الفقد والاكتساب والمشاركة؟ كله يصبح بالغلاف الأخير الغلاف الثانوي الأخير الغلاف الثانوي الأخير التي عادتها تشبع بثمانية هذا الغلاف الأخير ما نسميه بالكيمية؟ نسميه غلاف التكافؤ نفسه موجود في الفيزياء نسميه غلاف التكافؤ إذن، ما الأغلفة الإلكترونية؟ الأغلفة الثان خارجية الأكثر بعضا عن النواة و التي تـسمى أغلف doll التكافؤ تم شارك إلكتروناتها و تسمى ألفا تلكئترونات التكافؤ في التفاعلات الكيمية وتحدد الخواص الإلكترونية للمادة يعني هذه الأغلفة التي هي الأغلفة التكافؤ repentا الاعتبار 한�نواات طاقة طواجة الموجودة بها نسمية ثقائية نسميها إلكترونات التكافؤ لأنها موجودة في غلاف التكافؤ هذه الإلكترونات هي التي تشارك بعملية التفاعلات الكيميائية وحتى الخواصة الكهربائية سوف نرى كيف يكون توزيع الإلكترونات على مستويات الطاقة في الذرة المنفردة طبعا الإلكترونات تدور حول النواة في مدارات معينة فكل الإلكترونات سيرح بالمدار الذي يساويه بالطاقة وأن لكل مدار مستوى ثابت ومحدد من الطاقة إذ يتكون كل مستوي من عدة مستويات أذكرك بالكيميا ما أخذيها المدار الأول بمدار ثاني واحد اللي هو S سميه S تمام المدار الثاني بمدارين اللي هو S B فهذا ذات تذكرها S S بس 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 هذنه اللي هنا المدارات الثانوية فهذنه إحنا قاعد نحن نحن على المدارات الثانوية كل مدار كل مستوي بمجموعة مدارات ثانوية كل مدار إلى مستوي طاقة خاصة به فالالكترون كل ما تزاد طاقة يصعد مال إصعد إلى مدار أعلى ما الذي يحدد الخواص الكهربائيه و الكيميائيه للذرة ما الذي يحددهن الإلكترونات التكافؤ مثل ما assedناها سابقا هي الأولوية تحدد الخواص الكهربائيه والتي تسهم التفاعلات الكيميائيه published of the Nature وهي التي تحدد الخواص الإلكترونيه للمادة جيد ما هي مميزات إلكترونات التكافؤ الكترونات التكافؤ هي موجودة بالغلاف الأخير اللي هو غلاف التكافؤ إذن تمتلك أكبر قدراً من الطاقة لأن هي أبعد وحدة عن النوات ضعيفة الارتباط جداً مع النوات ليش؟ لأن بعض الكترونات اللي قبلها أقرب للنوات فطاقة ربط أكبر هي لين أبعد؟ فطاقة ربط تكون عندي أبعد تشغل الغلاف الثانوي الخارجي لأكثر بعداً عن النوات اللي نحن سميناها غلاف التكافؤ وتساهم في التفاعلات الكيميائية وهي تحدد الخواصة الإلكترونية للمادة هذه مميزات إلكترونات التكافؤ طبعاً ما جاي وزاري هذا السؤال لكن هذا السؤال حتى نفهم أو نستنبط من عنده ما سيصير من مقصود بالمستوى الصفري؟ طبعاً مثل ما تعرفون إحنا ببالنا من قول الصفر يأتي بالك أنه أقل شيء صح؟ فإذا من نقوله من مقصود بمستوى الطاقة الصفرية يقولك هذا المستوى هو أقل مستوى صح؟ لكن هنا بالعكس العملية العكسية ليس أقل مستوى طاقة هو أعلى مستوى طاقة بالعكس العملية هو أعلى مستوى طاقة ممكن أن يمتلكه الإلكترون يعني أعلى مستوى طاقة على طاقة يمكن أن يمتلكها الإلكترون في الذرة المنفردة زيان ما هو أقل مقدار طاقة يمكن أن يمتلكه الإلكترون في ذرة الهيدروجين أقل مقدار هو سالب 13.6 إلكترون فولت طبعاً إن شاء الله رح نأخذ بالفصل الثامن من رح نوصل الهيدروجين سنجد أن كل مساويات الطاقة بالهيدروجين هي مساويات سالبة لذلك الإلكترون صعب يطلع من ذرة الهيدروجين إن شاء الله سنصل فيها سابقا هذا الرقم التحفظ يجيك صحة وغلطيك فراغات يجيك بشكل سؤال مثل هذا ما الذي يحدد نوع المواد من حيث قابلية توصيلها؟ من يحدد قابلية التوصيل؟ المقاومة النوعية المقاومة النوعية هي التي تحدد نوع المواد من حيث قابلية توصيلها حيث كل ما زادت المقاومة النوعية للمادة قلت قابلية التوصيل والعاكس الصحيح يعني المواد المواصلة المقاومة النوعية ماتتها شنو؟ واطئة فيكون التوصيل ماتها عالي شوف تنصبهم شنو؟ أكسي بينما المواد العازلة المقاومة النوعية ماتها كبيرة في التوصيل ماتها شي يكون صفر أو ضعيف جدا أما أشباه المواصلات في المقاومة النوعية ماتها وسط والتوصيل ماتها شي يكون وسط فمرة تكون موصلة ومرة تكون عندي عازلة حسب الحالة والظرف اللي تمر بي زيان المواد الموصلة والعازلة وأشباه الموصلات بحث رح نذكر هنا المقاومة النوعية خلنا نجعل أول وحدة المواد الموصلة هي المادة التي تسمح بنسياب التيار الإلكتروني خلالها تسمح بمرور شنو؟ التيار الإلكتروني خلالها ليش؟ لاحتوائها على وفرة من الإلكترونات الحرة لأن الإلكترونات أكو بها حرة ممكن تنقل طاقة من طرف إلى آخر والتي تكون مرتبطة ارتباب ضعيف بنواتها والمقاومة النوعية مالتها لها بحدود من 10 أول سالة بثمانية يعني من 1 بالمئة مليون إلى 10 أول سالة بخمسة يعني إلى 1 بالمئة ألف أوم لكل متر يعني المقاومة جدا صغيرة يعني الإلكتروني تقريبا يمشي سياح براحتها يمشي هذه المادة الموصلة زيان المادة العازلة شنو؟ هي المادة التي لا تسمح بنسياب التيار الإلكتروني خلالها ليش؟ لاحتواءها على ندرة من الإلكترونيات الإلكترونيات بها جدا قليلة لا بها تقريبا معدومة ولكن تكون مرتبطة ارتباط وثيق بالنوات ارتباطها جدا قوي يحتاج طاقة عالية حتى أفصلها من النوات خوش حتي والمقاومة كهربائية نوعية لها بحدود باوع من 10 أول سالة من 10 أول سالة يعني من 10 أول مليار انتبه الرقم من 10 أول مليار إلى 10 أول ستعاش إلى 10 أول ستعاش الآن 10 أول ستعاش يعني 1 أول ستعاش صفر حسب لي مكجير الرقم يطلع مادري أوم لكل متر شوف هنا العسط صالبة هنا العسط موجبة العسط اذا صالبة معناها رقم صغير العسط اذا موجب معناها رقم كبير بعاله هنا عسط صلوب هنا عسط ستعاش يعني مو بس كبير كلش كبير زياد خلني جيء المادة الثالثة اللي هي مين هي المادة شبه الموصلة هي المادة التي تتحرك فيها الشحنات الكهربائية بشنوه بحرية أقل مما هي عليه في الموصل والمقاومة النوعية لما دع mł� الإسطاق تقع بين المقامة النوعية للمواد الموصلة والمواد العازلة أي من 10 أس سالة بخمسة من 1 بالمئة ألف ستخص من باوع 10 أس سالة بخمسة وين موجودة بالمادة الموصلة إلى 10 أس ثمانية التي تعتبر تقريبا من ضمن انطاق المادة العازلة إلى 10 أس ثمانية يعني أنها 100 مليون إلى 100 مليون أوم لكل متر باوع شباب أنا ليش خليتني بهذا الشكل؟ أريدك تحفظ المقامة النوعية لأن لديك مشكلة المقامة النوعية تحفظها؟ تحفظ هذه بعدين تجي تحفظ هذه بعدين تجي تحفظ هذه لماذا يا أستاذ؟ لأن باوع هذه متشابهات متعاكسات يعني شلون؟ يعني هذه من 10 أس سالة بثمانية إلى 10 أس سالة بخمسة هذه همات بها خمسة و بها ثمانية بعكسناها كانت ثمانية خمسة صارت على دشقية خمسة ثمانية هنا ثنينات هين سالبات هنا شنو؟ السالب وين موجود بالخمسة؟ إنه تجي تكمل وراها ورا الثمانية شي جيني التسعة ما موجودة ما ذاكر لياها فشي جيني 10 إلى 16 حتى تصبح عليك العملية سهلة بالحفظ شوي نجي إلى السؤال المقصود؟ ما المقصود بحزم الطاقة؟ ما المقصود بحزم الطاقة؟ باوع إحنا عندنا المادة الصليبة شنو فرقها عن المادة السائلة والغازية؟ لها شكل ثابت وحجم ثابت ليش شكلها ثابت؟ ليش حجمها ثابت؟ شكلها وحجمها ثابت لأنه تحتوي على كثرة أو وفرة أو عدد جدا هائل من الذرات التي تكون في مكان صغير جدا فتكون عندي الحركة مالتها الصعبة جدا فلا تتحرك لا يوجد حركة انتقالية حركة مالتها تكون عندي اهتزازية فهذه الإلكترونات نتيجة أنه من داخلها مع بعض أو الذرات من داخلها مع بعض شي رح يحدث؟ المدالات الإلكترونية لم تتدخل فمن تدخل المدالات الإلكترونية كل مجموعة من المدال هائل المستوية بالطاقة ستشكي لي بصري worked for a couple System يسمونها حزمة. الحزمة هو مجموعة من المدارات الإلكترونية أو المستويات الثانوية. يسمونها حزمة. شوف ما المقصود بحزم الطاقة؟ هي عبارة عن عددها الضخم من المستويات الثانوية الخارجية التي نريد أن نسأل فيها تكافؤ القريبة جدا من بعضها وتظهر وكأنها مستمرة يعني تظهر وكأنها متصلة مع بعض. وتنشي بفعل تعامل الذرات في البلورة. منابة فائدة من أدها فائدة حزم الطاقة تحدد الخواص الالكترونية للمادة. tempo العزمة التكافؤ وحزمة التوصيل. حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل. حزمة التكافؤ تحتوي على إلكترونات نسميها إلكترونات التكافؤ حزمة التوصيل تحتوي على إلكترونات نسميها إلكترونات التوصيل يعني هو الإلكترون نفسه إذا موجود بحزمة التكافؤ نسميه إلكترون تكافؤ إذا انتقل راحل حزمة التوصيل شنسميه إلكترون توصيل يعني مو عبالك إلكترونات التوصيل تختلف عن إلكترونات التكافؤ يعني مثلا مو عبالك إلكترونات التكافؤ مثلا لونهن أخضر وإلكترونات التوصيل لونهن أحمر الذي موجوده في حزمة التكافؤ نسميه تاكافؤ الكترون تاكفؤ إذا إنتقل الراحل إلى حزمة التوصيل كيف نسميه الكترون التاكافؤ؟ إذا إن نرشت علي حزمة التاكافؤ إذا نسميه بواسم الموقع الذي يوجده إذا كان في حزمة التكافؤ نسميه الكترون تاكفؤ إذا كان في حزمة التوصيل نسميه الكترون توصيل إذا لا ينسي هذا السؤال طلابين يسئلوها أني就是說 ما هو الف swag بين يناتهم 얘기를 ذكرناه بأم أي حزمة الطاقة Protection يجعله أول وحدة باوع شباب حزمة التكافؤة هذه التي موجودة أسفل أكوان فراغ صغير لا موجودة بجميع المواد هذه سنسولها بفد شوية وفوقها هذه حزمة التوصيل إذن هذه حزمة التكافؤ هذه حزمة التكافؤ وهذه حزمة التوصيل وهذه هنا البنص هذه منطقة يسموها ثغرة الطاقة المحظورة أو المحرمة ثغرة يعني شن ثغرة؟ يعني مكان هذه منطقة تقع بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل شنو وظيفتها هذه هذه المنطقة لم تحتوي على مسويات طاقة موجودة يعني مسموحا بها إذن لا أعجب هذن لا أعجب موسويات طاقة فذن لا أعجب أن يحدث لديها الإلكترونات لماذا؟ لأن الإلكترونة مثل القطار القطار ليس يمشي إلا على ستشة فإذا لا يوجد ستشة يمشي القطار لا يمشي ف incentلتen إلا لديهم المسوئة طاقة لا يستطيع التحرق ما يصير بهذه المنطقة فلذلك ما سنقول سنقول أن هذه المنطقة لا تحتوي من سؤال الطاقة مسموح بها إذن الأجزاء لدينا ثلاثة حزمة التكافؤ حزمة التوصيل وثغرة الطاقة المحظورة من خلال الرسم الواضح قدامكم سنلقي أن حزمة التكافؤ الطاقة ماتها قليلة لأنها أقل شيء وراها على شوية طاقة تتجي منه طاقة المحظورة وراها تتجي لعلى منه منه حزمة التوصيل خلوش حاجة حزمة التكافؤ خلوش نعرف حزمة التكافؤ وهي حزمة تحتوي على مسويات طاقة مسموح بها يعني ما هو طاقة مسموح بها؟ يعني تحتوي على مسويات طاقة ممكن أن يتواجد بها إلكترونات واطئة طاقة مسموح بها ما هو الطاقة؟ عفوا الطاقة ما هو واطئة وتكون مملوئة كليين أو احتمالا تكون جزئيا بالإلكترونات ولا تكون خالية من الإلكترونات ممكن أن تكون خالية من الإلكترونات لو بها لو مملوئة فول لو جزئيا يعني مثلاً نصها ثلاثة رباحة بها الكترونات ولكنois失οكلها ولكن نعدي 0 الكترونات 0 そうي Learning ترتبط بالنواة بقوة كبيرة نسبياً بقوة كبيرة نسبياً يعني الoso harvested لا يمكن أن ت��고 لد من ذرة أخرى بهذا الحزم التكافؤ أخرى ما يحدث. ما ممكن أن تنتقل إلى هذه الحالة أبدا جيد. دعونا نكمل بعد. الحزمة الثانية هي حزمة التوصيل. الحزمة التوصيل تحتويما مسويات طاقة متو bon. يعني ممكن الألكترونات أن تشغلها. dett سي Brooke. مستموت بها أكوة احتمالية ويمكن يصبح بها إلكترونات. غير مستموت بها ممكن يصببها إلكترونات. انتبه إلى هذه الفقرة. أعلم من سواءت الطاقة المسموح بها في حزمة التكافؤ وتسمى الكترواناتها بإلكتروانات التوصيل من الانتقال بسهولة باعي ناش قال لي لا تتمكن الالكترونات الانتقال من حركة بين الذرات بينما ناش قال تتمكن الالكترونات التوصيل من الانتقال بسهولة لتشارك بعملية التوصيل الكهربائي ما الذي يفصل بين حزمة التكافؤة وحزمة التوصيل من الذي يفصل بينها هذه المنطقة الفارغة التي سميناها ثغرة الطاقة المحظورة أو المحرمة ثغرة الطاقة أو تفصل بينهما فجوة تسمى ثغرة الطاقة المحظورة وهي لا تحتوي مسويات طاقة مسموح بها ولا بها إلكترونات كما لا يمكن أن تشغلها الإلكترونات لا بها مسويات طاقة ولا بها إلكترونات ما المقصود بثغرة الطاقة المحظورة؟ مرتين جاء وزاري هذا التعريف التعريف مالتها نقول هي منطقة محظورة تفصل بين حزمتي التكافؤ والتوصيل حزمتي التكافؤ وحزمة التوصيل أو حزمتي التكافؤ والتوصيل لا تحتوي مسويات طاقة مسموح بها ولا تسمح الإلكترونات أن تشغلها وممكن يأتي السؤال عفوا ممكن يأتي السؤال ما هي مميزات ثغرة الطاقة المحظورة مميزاتها أولا لا تحتوي بمساعدة طاقة مسموح بها أولا ثانيا لا تسمح الإلكترونات أن تشغلها أما يقول لي تعالي مميزات ثغرة الطاقة المحظورة أو عرف ليها يقول لي عرفها أكتبها كاملة يقول لي مميزاتها أكتبها بشكل نقاط لا تحتوي بمساعدة طاقة مسموح بها ولا تسمح للإلكترونات أن تشغلها كيف تكون ثغرة الطاقة المحظورة في المواصلات والعوازل وأشباه المواصلات وحزم الطاقة ضاوعني هنا هنا شنو عدنا عزيزي عدي حزم الطاقة ضاوعي راح خليهم باللون الأحمر اللي باللون الأحمر هذه حزمة التكافؤ هذه حزمة التكافؤ تمام؟ متفقين عليها شباب إن شاء الله متفقين عليها هذه حزمة التكافؤ هذه وين؟ هذه بالعازل نجي لأشباه المواصلات هذه أيضا حزمة التكافؤ هذه حزمة التكافؤ هذه وين؟ هذه شبه المواصل نجي للمادة من هي المادة المواصلة هذه المادة المواصلة هذه حزمة التكافؤ مالثة بالماادة المواصلة خلينا نجي نغير اللون بس خليني نمسح هذه حتى أعدلها شوي حتى تصير حالة حالة بقية شوي طلعت هاي خارج القوس هاي هنا عندنا حزمة التوصيل يعني حزمة التكافأ عفوا نجي إلى حزمة التوصيل لحخليها باللون الأخضر باوع هاي حزمة التوصيل هاي وين حزمة التوصيل البيان مادة هاي بالعوازل زيد بأشباه المواصلات هاي تعتبر حزمة التوصيل بالمادة المواصلة هاي حزمة التوصيل خلوش حتشل هنا شباب هسا انتبه ليش راح أطيك فاد معلومة حلوة بالمادة العازلة بالمادة العازلة حزمة التوصيل تكون بعيدة هاي حزمة التوصيل بعيدة عن حزمة التكافأ يعني شون قزك الساد قصد هذه ثغرة الطاقة المحظورة تكون واسعة كبيرة واسعة نسبيا فالالكترون حتى يعبر منها لهنا يحتاج طاقة عالية الطاقة المالتة تساوي تقريبا أو أكبر من مقدار ثغرة الطاقة المحظورة يعني شن الساد ثغرة الطاقة المحظورة تقريبا بهذه المادة اللي هي مني العازلة تقريبا سالب 5 إلكترون فولت هذا الرقم جدا شبير على الإلكترون يعني الإلكترون حتى يعبر منها لهنا لازم أقل شي عنده قد سالب 5 إلكترون فولت فمن سالب 5 فما فوق ممكن الإلكترون يعبر من هاي المكان إلى هذا المكان يعني من حزمة التكافؤ إلى حزمة منه حزمة التوصيل بينما في أشبائي المواصلات نلقا هنا كانت عندي بعواصلة نسبيا شرح نلقاها ضيقة نسبيا أقل بشوية أقل بشوية بعد شن عندك الساد بالمادة المواصلة تنعدم ثغرة الطاقة ماكو ثغرة الطاقة زيان الساد شنو هاي معناها باوعني شنو معناها معناها هنا الإلكترونات تكون موجودة في حزمة التكافؤ فبالحالتين اللي هنا ياهن ما العوازل وأشباه المواصلات تكون عندي حزمة الطاقة اللي هي يا حزمة نقصد بها حزمة التكافؤ هاي الجوة تكون مملوئة كليا أو جزئيا بالإلكترونات بينما حزمة التوصيل ما بيها؟ فارغة ما بيها إلكترونات ما بيها شنو؟ إلكترونات خوش بينما بحزمة التكافؤ اللي موجودة بالمواصلات الإلكترونات مالتها تكون حرة أو طليقة في الانتقال إلى حزمة التوصيل براحتها لأن أصلا ما بيها تفاصل بيها فبكيف هتروح وترجع؟ ما بيها تفاصل فأي إلكترون بمجرد أن يتحفز التحفيز بسيط يتحول إلى يصعد لحزمة التوصيل ويشارك بعملية التوصيل المادة حتى تصير موصلة لازم عندها إلكترونات وين موجودة بحزمة التوصيل هنا ستنتبه أن حزمة التوصيل لا يوجد إلكترونات فلا تشارك بعملية التوصيل بينما هنا تشارك بعملية التوصيل خوش حاتشي خنشوف إسا هذا الكلام شنو؟ حزمة التوصيل ثغرة الطاقة المحظورة تكون تبهلي هنا كبيرة نسبيا خنغير اللون خنأخذ هايلايت هايلايتر ضمن بتكون شنو قلنا كبيرة نسبيا وين هاي كبير نسبيا في المواد العازلة بالعوازل شنو تكون عندي كبيرة نسبيا تجعل قابلة التوصيل للمواد العازلة شنو معدومة في درجة الحرارة الاعتيادي بينما تكون ثغرة الطاقة المحظورة في أشباه الموصلات وين قاعد نحتي على أشباه الموصلات شبيه هاي شتكون صغيرة نسبيا هنا شنو تعدي واسعة نسبيا هنا شن صارت عندي صغيرة نسبيا لذلك يستطيع الإلكترون الانتقال من حزم التكافئ إلى حزم التوصيل إذا اكتسب طاقة كافية مقدارها لا يقل عن ثغرة الطاقة المحظورة يعني المساوي أو أكبر وهذه الطاقة تكون بشكل طاقة حرارية أو ضوئية وبتأثير مجال الكهربائي أما في المواصلات بالمواصلات شي يصير عندي تنعدم ثغرة الطاقة المحظورة بالمواصلات تنعدم ثغرة الطاقة المحظورة ما يوجد طاقة محظورة فهنا تكون عندي واسعة نسبيا هنا صغيرة أو ضيقة نسبيا وهنا تنعدم ثغرة الطاقة المحظورة كمل بماذا تتمييز حزم الطاقة في المواد المواصلة إذن حزم الطاقة دعني جاء أنيك نناقشها أول شيء ما عدنا ثغرة الطاقة معدومة ثغرة الطاقة عفوا ثغرة الطاقة المحظورة ما عندي فلذلك سنقول تنعدم ثغرة الطاقة المحظورة الثاني شغل اللي سألقر الإلكترونات الموجودة في حزمة التكافؤ لها حرية في الانتقال إلى حزمة التوصيل ومشاركة بعملية التوصيل فهي حرة في الانتقال يعني طريقة بالانتقال ثالثا تقيل قابلية التوصيل الحراري بارتفاع دارة الحرارة المعدة المواصلة يعني كل ما ارتفعت الحرارة تزاد المقاومة شوف تتداقل حزمة التكافؤ مع حزمة التوصيل ليش الداخل؟ النقطة الثانية ستطيني السبب لأنه تنعدم ثغرة الطاقة المحظورة بينه حزمة التكافؤ أو حزمة التوصيل خوش وإذا نعدمت فتكون الإلكترونات التكافؤ طليقة هاي كلمة طليقة شنو معناها شباب؟ يعني هو راح تسألون عليها وهو راح يقول لكم شون هاي هاي طليقة معناها شنو؟ معناها حرّة معناها حرّة حرّة بالانتقال حرّة في حركتها لذلك تم تلك الإلكترونات قابلة توصيل كهربائي ثالثا تقيل قابلية توصيل كهربائي في المعادن بارتفاع درجة الحرارة طبعا هذا اللي هنا جاي بشكل تعليف يقول ليش تقيل قابلية التوصيل بارتفاع درجة الحرارة؟ الجواب نتيجة لزيادة مقاومتها كهربائية وذلك لزيادة المعدل الزمني للطاقة الاتزازية للذرات أو الجزئات أحفظها مثل ما هي لده وإخروحك بيها والله هنالسهلات وينحفظها لما بيينفد مشكلة السؤال اللي بعده بماذا تتميز حزمة الطاقة في المواد العازلة؟ بالمواد العازلة حزمة التكافؤ تكون مملوئة بالإلكترونات كلين أو جزئيا بالإلكترونات التكافؤ طبعا كليا أو جزئيا حزمة التوصيل خالية من الإلكترونات ما بيها إلكترونات ثغرة الطاقة شو تكون عندي؟ واسعة نسبيا قبل شوية سولفنا بيها نحن للمادة الثانية تحت أي الظروف تسلك أشباه المواصلات سلوك العوازل وبما بعد تمتاز حزم الطاقة يعني أشباه المواصلات شو تصير عوازل؟ إذا عدتها نفس هالمواصفات هالمواصفات شو تتمتلك هنا؟ عند انعدام الضوء ودرة الحرارة منخفضة جدا ودرة الحرارة تصير منخفضة جدا اللي هي صفر قلبين وفي حالة انعدام الضوء ذن شرطة إن هذا تحققا فالمادة أشباه المواصلات تسلك سلوك العوازل ليش؟ لأن ننتبه باعش قال حزمة التكافؤ مملوعة بالإلكترونات التكافؤ حزمة التكافؤ مملوعة بالإلكترونات التكافؤ أهمات كليا أو جزئيا زيان حزمة التوصيل خالية من الإلكترونات حزمة التوصيل خالية من الإلكترونات ثغرة الطاقة المحظورة واسعة نسبيا هنا شنو عندي؟ ضيقة نسبيا يعني هنا نفس المواصفات بس هنا قلنا واسعة هنا قلنا واسعة هنا شنو قلنا ضيقة هذا الفرق بيناتهم زيان لماذا تمتلك المعادن قابل للتوصيل كهرباء عالية؟ لأنه ما عدت ثغرة الطاقة محظورة فالإلكترونات تنقل براحتها وذلك بسبب التداخل الحاصل بين حزمتين التكافؤ والتوصيل واختفاء ثغرة الطاقة المحظورة بين الحزمتين مما يجعل الإلكترونات التكافؤ حرة الحركة خلال الموصل بما أنه ما عنده ثغرة طاقة محظورة إذن هنا الإلكترونات تنتقل براحتها بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل لماذا تقل قابلية التوصيل الكهربائي في المعادن بارتفاع درجة الحرارة؟ قد شئ قلناها بسبب زيادة المقاومة النوعية بسبب مقاومتها وذلك لزيادة المعدد الزمني للطاقة الاهتزازية للذرات والجزائيات ما السبب أن المادة العازلة لا تمتلك قابلة التوصيل الكهربائي لأن ثغرة الطاقة ماتها واسعة جدا قلنا بحدود سالب 5 إلكترون فولت أو 5 عفوا بدون سالب 5 إلكترون فولت وذلك لأن ثغرة الطاقة المحظورة في المادة العازلة كبيرة نسبيا مقدارها حوالي 5 إلكترون فولت أو أكثر من ذلك فإن حزمة الإلكترون التكافؤ لا تستطيع عبور ثغرة الطاقة المحظورة والانتقال إلى حزمة التوصيل إذا أصلتنا مجال كهربائي كبير للمقدار عن المادة العازلة أو تعريضها لا تأثير حرارة واذا سيحدث؟ طلاب تذكرون بالفصل الأول كان عندي سؤال يقول يحدد أقصى مقدار فرق جهد يمكن أن تعمل عنده المتسعة ليش؟ لأنه عند الإسمرار في زيادة فرق الجهد شرح يزداد ويال مجالك كهربائي إلى الحد الذي يسبب عبوره شرارة كهربائية وتلف المتسعة تلف أو عطب المتسعة زين هي شرارة كهربائية هاي وين عبرت؟ عبرت بالمادة العازلة يعني بهاي الحالة قزك إستاذ من يرتفع المجال الكهربائي وإ jeżeli مجال الكهربائي رح تنهار المادة العازلة وتتحول إلى مادة موسلة بس ووصلة بشكل ضعيف فإذن إذا صلتنا مجال الكهربائي كبير للمقدار ي هذه الشرارة يؤدي إلى أنهيار العازل في نسبة تيار قليل جدا خلاله يعني المجال الكهربائي إذا كان كبير المقدار فرح يسبب لي أنهيار للمادات العازلة تحت أي الظروف تسلق أشباه المواصلات سلوك العوازل هاي حيشينا به عند دازل صفر المطلق وانعدام الضوء صفر المطلق يعني صفر قلبي وانعدام الضوء طلابنا العزاء لهنا احنا خلصنا إياكم إن شاء الله المحاضرة الأولى بهذا الفصل أتمنى أن تكونوا سفاليته والتقوا إياكم على خير إن شاء الله بالمحاضرة الأخرى في أمان الله فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله المرجع الإلكتروني للمعلوماتية طريقك نحو المعرفة